ما كملتش أنا الصيغة الثلاثية الصيغة الثلاثية ملحد لأنه شاف الرب تبع المتدين أصغر من أن يكون ربا للعالمين ملحد وشاف أنه عنده الحق هو مؤمن زي حالاته حالاتكو لا ملحدش ليش طيب لأنه أنجز قراءته ما اكتفى بالقراءة اللي قزمت الصورة المعتقدية للرب قلت لك لا في كلمة تكذب هذا ليس الله حاشا لله هذا اسم هيك على غير مسمى اسم اسمه الله بس بش الله كذب فعلا أسماء مش هم يسموا لأصنان آلهة الله قال أسماء يسميته بوها هذه أسماء بلا حقائق صح وهذه اللعب نفس اللعبة هذه أسماء بش الله الله بش هيك الله ما بكون هيك انت تفكروا الله هذا وشخص ثالي زي ما قلت لكم ما له لا باقي على القراءة التقزيمية هذه لله وظلوا مصر على أنه على أنه مؤمن وما ألحدش مشكلته أنه ما اكتشفش أنه يعبد هذا بدنا نحذر من نوع قلنا هذا بدنا نحذر من نوع إياكم وتدعيم وتعزيز عبادة الأوثان بسم الله دون أن تدروا واضح هل تقول ليش الحكم الحكم زي ما قلنا للقراءة الجوهرية للدين هذا واحد اثنين العقل يعني اللي بحاول يكون محايد أنا حسيبك لعقلك وقمت لحرك في البيت والله وزي ما قلوا إيه اسرق نفسك من الجماعة من المجموعة من الكل وسل عقلك هيك اعمل حوار من كلامه مقبول أكثر في الروح في القلب في الفطرة هذا أم هذا ستجد نفسك ستجد نفسك ستجد نفسك والله بصراحة هذا هذا الحديث عن الله هذا الحديث تريق بالله أنا أذكر مرة رجل من الصالحين عليما الله وكان جاوز سبعين من عمره جاوز من الصالحين يعني رجل في حياته لم يحلف باسم الله لا صادقا وليك كاذبا لماذا؟ قال لك توقيرا لاسم الله الله أكبر كيف يعيش في الله هذا الرجل في حياته ما سجد عليه كذبة واحدة كذبة كذبة ما رأيكم؟ رجل عجيبة وبصراحة يعني مؤيد من الله عنده حتى كرمات وتأييدات إلهية عجيبة رجل على الفترة أنا وقعت في حرش شديد جاء أحد مرة معاه قال لي يا فلان بلغني عنك أنك تقول في دين الله بكذا وكذا وكذا بصراحة الموضوع كله كان أنه في إمكانية يكون الواحد غير مسلم يخش الجنة أنه قرآنية في إمكانية قلت له بصراحة سيّلين قال لي كيف هذا عكس ما نعلمه وعكس ما يعلمه العلماء عبر الإزمان هل لك أن توضح لي هذا مع الكلام كنت يعني إيدي على قلبي محرج جدا جدا لأنه رجل ليس من أهل العلم الشرعي فكيف بدأ ناغش وكيف بدأ أثبت له بتاع بتقراءة العلم هذا فجرحت بما فتح الله علي حوالي أس ساعة وقال كثيرا قليلا أكثر قليلا يعني هكذا ما طولتش كذا وكذا وكذا والله قال وكذا وكذا فإذا به كان مصدوم كني بصراحة كلام مقنع صدمت أنا ما قلنا كنت في قمة فرحتي فعلا كيف قال لي يلتأم برحمة الله والله العظيم رجل والله ما هو من أهل العلم أصلا ولا يقرأ كتب كذا قال لي معنا يعني بالعام يعني بركب على رحمة الله أنه رب رحيم رب الأكوان رب العوالم أن يكون هكذا صح منذ قلت له ولكن لطالما أيقنت قلت له أنك رجل ما يأذكيها أما الآن تبرهن لي أنك ذكي بطريقة مذهلة قلت له شاكرا بالذكاء قلت له الذكاء هو المعونة أنا أنتظر من شاب ابن عشرين سنة زي كوي سيحضراتكم ثلاثين سنة يتقبل هذا الكلام الشاب عنده عنفوان وعنده كذا وعنده رقبات طيبة على فكرة الشباب ليس لؤماء على فكرة أنت طيبين الشاب طاهر أو الشاب ها ليس هذا وما يذهب وقت الحال يا حرام الشباب مستعد يموت من أجل هدف النبيل يضحكوا عليه أخرام يحطوا يضحكوا عليه يعطقوا الحاجة ما أعطي ماله وقته ويعطي نروحه يا حرام لأنه صادق ونبيل الشاب طيب فالشباب حدثهم عن الكرم عن التضحية عن الفداء عن المجادة عن البذاخة عن كذا يستجيبون بس ما تقول ليش أن يوم القيامة أنا وشيخي في باكستان في الجنة والدنية كلها في النار وما تقول ليش كمان أمة محمد لحالها يعني مش حيخج الجنة إلا أمة محمد واللي قبل محمد ما يبعد عاد زمان كانوا صالحين وخشوا بس بعد ما محمد مش ولا شايفها ولا حيشوف باب الجنة واحد مش مسلم بالله يعني ملايين البشر هذول بعد محمد كانوا كله على النار يطفح 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 موضوع لهوتي عقدي معقد جدا 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 واللي حيستفيد منه في الأخير هو المسلم قبل حتى غير المسلم لأنه في الأخير فعلا بطل عندك صورة معتقدية لله فعلا تليق بالله ربا للعالمين لا إله إلا هو مثل ما هذا الرجل الصالح المؤيد من الله أدركها في نصف ساعة قال لي هذا كلام معقول جدا مقنع لأنه بالتأم يركب مع رحمة الله الله رخص القضية كلها كلمتين ترجمة نانسي قنقر